أهلا بكم أحباء الصغار باسم والنظافة الشخصية لعب باسم مع رفاقه في ملعب المدرسة أخذ باسم تفاحته من حقيبته وبدأ يأكلها ويديه متسختين ماذا تفعل يا باسم؟ ما رأيك بتصرف باسم؟ لنرى ماذا تفعل لانا وجاد وعلي قبل تناول الطعام وبعده لانا أغسل يدي بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وأنت يا جاد أتناول الطعام بردء ولا أفتغ فمي أثناء الأكل وانت يا علي أنظف المكان بعد الانتهاء والآن أحباء الصغار جاء دوركم ما هي التعليمة؟ أسمي كل تصرف وأحوق التصرف السليم في الصورة الأولى فتاة تغسل يديها بالماء والصابون الصورة الثانية يديها متسختان الصورة الثالثة فتاة ترمي النفايات في سلة المهملات الصورة الرابعة طفل أتناول الطعام وفرسنتم أحباء الصغار علينا أن نحافظ على نظافتنا الشخصية